هناك دعم الوصول لحل سياسي بلغة مصحوبة بإنكار الوقائع تدعم السعودية الحل السياسية في اليمن تدعم الحل السلمي وكأنها ليست الطرف الذي شن الحرب كأنها وسيط محايد وهو أيضا وصف لا ينطبق على أي من القوى ذات الصلة بحرب اليمن لكن بمعزل عن التوصيفات تبدو لغة الميدان حاضرة ومؤثرة أكثر من أي زمن مضى في عمر الحرب السعودية الإماراتية على اليمن الموقف السعودي الأخير يتماهى قهريا مع مواقف أمريكية وبريطانية وأوروبية تصب جميعها في خانة العمل لإنضاج الحل السياسي في اليمن لكن هل أصعب على السعودية من أن يدعو وزير الخارجية البريطاني إلى وقف الحرب في اليمن من طهران؟ إنه الحل المر على صناع الحرب في الرياض وأبو ظبي فليس سهلا على من اعتادت دلع السياسي الأمريكي أن يسمع من الأمريكيين أنفسهم بأنه آن أوان التسوية طبعا تجهد واشنطن كي تكون يد التحالف السعودي الإماراتي في التسوية هي العليا لكنه إنكار أيضا ومسعى بلا أفق فنصوص التسويات تكتبها اليد المنتصرة في المعارك وهنا نقطة القوة الأبرز للقيادة السياسية في صنعاء خلال جولات المشاورات المرتقبة في السويد بين أسباب متراكمة وأخرى طارئة تقف السعودية في أسوأ أيامها الإقليمية فالمتراكم خسارة في سوريا خسارة إسرائيلية في غزة خسارة في لبنان والأشد إيلاما من كل ذلك خسارة ميدانية في اليمن جولات المعارك في الساحل الغربي تؤكد ذلك لا الحديدة ولا ميناؤها ولا مطارها ولا شوارعها سقطت بيد التحالف السعودي الإماراتي لا الساحل ولا الحدود ولا الطرق المؤدية إلى قلب صنعاء من ينظر إلى الواقع السعودي يره محاصرا بالتداعيات تداعيات قتل خاشقجي وتداعيات الفشل العسكري في اليمن وتداعيات اتهام الاستخبارات الأمريكية ولي العهد السعودي بتوجيه الأوامر لقتل خاشقجي كلها تداعيات ما كانت لتظهر لولا هزائم الحديدة وغيرها تدرك القيادة السياسية في صنعاء ذلك جيدا وتلمس نتائجه لهجة جديدة في التخاطب الدولي معها اعترافا بحضورها وتأثيرها الأكبر على مجريات الحرب والسلم هي تسوية في النهاية سيتنازل الجميع فيها قد تتسارع وقد تتباطأ لكن الثابتة هو أنه لم تعود اليد الصعودية هي العليا فيها